موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من آخر طبعة في هذه الحلقة نتناول بداية المجلس السياسي الجديد لحركة النهضة في أي إطار يمكن إدراج هذا التطوير لتشكيلة المجلس السابقة لننتقل إلى حكومة الوحدة الوطنية كيف يمكن تقييم أدائها حتى الساعة وماذا عن خلفية جرعة الدعم التي قدمها لها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نسأل أيضا عن مصير الانتخابات البلدية والمحلية وخيار إشراك العسكريين والشرطة فيها ماذا عن الاقتصاد المقلق في تونس ماذا عن محاربة الفساد والإرهاب على حد سواء كل هذا مع ضيفنا الناشط السياسي محمد الجوماني بداية أهلا بك سيد محمد أهلا وسهلا صباح الخير لك ولكافة مشاهدي قناة الميدين نعم سيد محمد هل نقول مبروك العودة إلى الأصل أم مبروك للانضمام إلى المجلس السياسي لحركة النهضة بصورتها الجديدة ما بعد المؤتمر العاشر هناك انضمام جديد لمكتب جديد لحركة النهضة المكتب السياسي بعد مؤتمر عاشر وبعد ولادة إن شاءنا النهضة جديدة أنا أفتخر بهذه التوجهات الجديدة كما سأبين وأعتز بأن أكون أحد كوادر حركة النهضة وأحد أعظام مكتبها السياسي الجديد نعم ماذا في أسباب التوجه لحركة النهضة مجددا بصورتها الجديدة كما تقول حركة النهضة كما هو معلوم يعني بعد محنة طويلة في زمن الاستبداد عقود من الملاحقة والسجون والمراجعات والتطورات حتى أنها غيرت اسمها ثم جاءت تجربة ما بعد الثورة وشاركت باقتدار في الحكم بعد تفويض شعبي واسع حركة النهضة عقدت منذ أشهر مؤتمرها العاشر وأرادت أن يكون انعطافة تاريخية في مصارها لتتحول إلى حزب وطني يجمع الوسط التونسي الواسع حزب ينتقل من موقع المعارضة والاحتجاج إلى المشاركة في الحكم وبناء دولة ما بعد الثورة نعم طيب سيد محمد هذا فيما خاص الأسباب الشخصية فيما خاص حركة النهضة برأيك تحت أي عنوان يندرج هذا التطعيم الجديد هل هو لإسكات منتقدية داخل حركة النهضة أم أنه فقط كما يقال استتباعا لمخرجات المؤتمر العاشر لها مخرجات المؤتمر العاشر هي إرادة الأغلبية في حركة النهضة وقرت في أغلبها بأكثر من 70% وتركيبة المكتب السياسي الجديد هي تجسيد لهذا الاختيار بالانفتاح على الكفاءات الوطنية بالانفتاح على أصحاب الرأي بوجود ناس من روافط مختلفة المكتب السياسي الجديد ضم أشخاص من أصول يسارية وربما من أصول ليبرالية يعني الإرادة العامة سيد بلقاسم حسن أليس كذلك؟ نعم سيد بلقاسم حسن اللي هو مناظل يساري عروبي بدأ ربما مصاره من الحزب الشيوع التونسي من فترة الثمانينات وتقلد في مواقع مختلفة في الحركة السياسية وهو الآن أيضا ينضم إلى حركة النهضة لتؤكد حركة النهضة مصدقية مخرجات المؤتمر يعني إذا فعلت ما يكرسه هذه الاختيارات يقولون أن ذلك جاء اضطرارا وإن لم تفعل يقولون أن مخرجات المؤتمر مجرد ادعاءات يعني حركة النهضة تصدر في خياراتها عن حركية داخلية عن اختيارات ذاتية وهي تريد أن تكرس ذلك وتعطيها المصدقية الكافية والمكتب السياسي اللي هو يضم جزء كبير من أعضاء حركة النهضة السابقين جزء منهم كانوا في المكتب السياسي أيضا السابق وجزء تم تطعيمه خاصة من الشباب ومن النساء ومن وجوه من المجتمع السياسي والديمقراطي لكن سيد محمد أليس هناك من انتقادات من داخل الحركة على هذا التطعيم الجديد؟ قد يكون هناك بعض الانتقادات وحركة النهضة تغيرت بالطبع من جماعة ربما صغيرة ومغلقة والرأي فيها واحدا ومتقاربا إلى حزب وطني واسع فيه أرى مختلفة المؤتمر أفسح المجال للتعبيرات المختلفة بعد المؤتمر هناك من انتقد الخيارات ولكن في كل الأحزاب إرادة الأغلبية المجسدة عن طريق التصويت هي التي يتم تكريسها فهناك ترحيب واسع من كواد حركة النهضة هناك تزجيل هذا المكتب السياسي من مؤسسات الحركة حسب القانون الأساسي والقانون الداخلي لكن أن توجد ربما بعض الانتقادات في هذا الشأن إيجابي وهو طبيعة الأمور لأن الناس ليسوا على رأي واحد نعم سيد محمد هل يمكن القول بأن الخصوم لن يتوجهوا من اليوم فصاعدا إلى حركة النهضة باتهامات حول الأسلمة الناعمة للمجتمع التونسي أنا في رأي حركة النهضة تغيرت منذ سنوات من موقع الأسلمة الأسلمة كانت ردة فعل في اعتقادي وهذا كتبته في كتاب مؤخرا صدر بداية هذه السنة سميته ما بعد العلمنة والأسلمة حركة الإخوان المسلمين عموما والحركة الإسلامية ويسمي بالإسلام السياسي جاءت ردة فعل على حركة العلمنة القسرية ولكن بعد عقود من الصراع والدماء والسجون أعتقد أن الأطراف المختلفة صارت فيها مراجعات جذرية ونحن نتموقع أو ندفع إلى أن نتموقع خارج هذه الثنائية وهذا التقابل بين محاولات العلمنة ومحاولات الأسلمة حركة النهضة الآن تقدم نفسها على أنها حركة إصلاحية تجديدية تريد أن تتموقع في الوسطة التونسي العريض وأن تعبر عن تطلعات التونسيين والتونسيات يعني ومواضيح وقضاياها الجديدة هي قضايا التشغيل والتنمية والاستقرار السياسي وتفعيل إن شاءنا مؤسسات الدستور الجديد والاقتراب من تطلعات ونبض الشباب التونسي ولكن ألم تكن تتعامل بنفس الخطاب حركة النهضة مع هذه الأمور التي ذكرتها؟ نعم حركة النهضة منذ نقول وسط تسعينات القرن الماضي وبعد المحنة التي تعرضت لها زمن حكم بن علي أقدمت على مراجعات عديدة ونسرت هذه المراجعات والمؤتمر العاشر كانت فيه ليحة تقييمية لتجربتها ما قبل الحكم وما بعد الحكم وهي الآن تريد أن تعجز ذلك والمنظمين الجدد ومن بينهم شخصي المتواضع يعني نريد أن نسهم في هذه التوجهات التي ارتحنا لها وربما شاركت انتقاداتنا السابقة في إقرار بعض هذه التوجهات نعم سيد محمد سوف نتابع هذا النقاش بالتأكيد ولكن دعنا نتوقف عند فقرة إقراء الحدث نتابع الشروق التونسية عودة السياسة المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة عن الوضع في البلاد في حواره التلفزيوني خطاب الثقة كانت كفيلة بصرف الأنظار إلى الوجهة الحقيقية أي ما ينفع الناس وما ينقذ البلاد ولكن للأسف حصل العكس سيل هائل من التصريحات المعبئة بالاتهامات المتبادلة وسجانات فيها الكثير من العنف وزرع للأحقاد ورغبة في استعادة واقع الاستقطاب عبر شحن النفوس والتشكيك في سياسة التوافق وحبك المؤامرات هل من مصلحة في التشويش على حكومة يوسف الشاهد ومحاولة زعزعتها وإفشالها هل من مصلحة في إعلان مبكر لحرب الخلافة والترويج لشائعات مغرضة عن صحة رئيس الجمهورية وعلاقته بحركة النهضة والأحزاب الأخرى واستعداده المزعوم لإعلان الحرب عليها وفك الارتباط مع الغنوشي هل من مصلحة في تغذية الانقسامات داخل النهضة واستدراج بعض ذوي الطموح الشخصي وجرح الحسابات الخاطئة إلى تعريض أمن البلاد واستقرارها السياسي للخطر بتكرار تجربة النداء في النهضة نعم ودون شك في صواب ذلك المصلحة مؤكدة وإلا ما كان كل هذا التحريك والشحن والتسخين ولكنها مصلحة ليس لتونس وشعبها بل للأطراف التي لم تعطر إلا مصالحها الضيقة وتشعر بالخطر على مواقعها ومنافعها القدس العربي المعارضة التونسية تعيد تجميع نفسها لمواجهة الائتلاف الحاكم أعادت المعارضة التونسية توحيد نفسها داخل البرلمان حيث تقدم عدد من النواب بطلب لتأسيس الكتلة الديمقراطية التي يتوقع أن تعلن رسميا خلال أيام حيث تتساوى مع قتلة الجبهة الشعبية من حيث العدد 15 نائبا وتمثلان في حال التحالف معا القوة الثالثة في البرلمان وتضم الكتلة الديمقراطية 15 نائبا يمثلون أحزاب الشعب وتونس الإرادة والتيار الديمقراطي وتيار المحبة وعددا من المستقلين وقال رئيس الكتلة السالم الأبيض للصحيفة في النهاية منطق الكتلة أكثر نجاعة من منطق الأفراد وخاصة أن الشخصيات المستقلة أو الأحزاب الصغيرة ليس لها قيمة في العمل البرلماني لأن النظام الداخلي مفصل على مصالح الكتل والأحزاب الكبيرة وعن أهمية هذه الخطوة في توحيد المعارضة التونسية لمواجهة الائتلاف الحاكم الذي يحظى بالأغلبية الصاحقة داخل البرلمان قال الأبيض بلا شك هذه خطوة إيجابية للمعارضة لأن جزءا منها توحد في هذه الكتلة وهذا مهم نعم سيدة محمد أعود إليك ولكن دعنا نشك في هذا النقاش النائب في البرلمان التونسي سوف ينضم إلينا سالم الأبيض من تونس بداية أهلا بك سيد سالم أهلا وسهلا يا مرحبا نعم سيد سالم لقد تأسست الكتلة الديمقراطية وهي كما يبدو بأنها جبهة معارضة ماذا في غاية هذا التأسيس بداية هو من المبالغة أن نقول أن هذه الكتلة هي جبهة معارضة لأنها لا ترتقي بواقع الأمر لأنها جبهة معارضة لأن حدود العمل بين مكونات هذه الكتلة هو برلماني بحث ولا يخرج إلى النطاق الواسع في الفضاء العام السياسي التي تتشكلها في شكل جبهة قد يتطور المستقبل ولكن لحد الآن هي مجرد كتلة برلمانية نعم ما الهدف منها إذن؟ هناك عدة أهداف من خلال إنشاء هذه الكتلة أولا هذه مجموعة من الأحزاب والشخصيات ذات الصوت العالي في البرلمان ولكن نظر أن تشتوتها وعدم وجودها في كتلة لا تحظى بالتمثيلية الكافية والمحترمة داخل مؤسسات البرلمانية التونسي مثل مجلس رؤساء الكتل ومكتب المجلس واللجان البرلمانية بأنواعها وأصنافها وكذلك في مستوى معناها التأثير ربما حتى في الجلسات العامة من خلال معناها التصويت ومناقشة السياسات إذن بتشكيل هذه الكتلة هذه المجموعات أصبح سيكون لها تمثيلية في جميع هذه المؤسسات وسيكون لها دور ناجع في العمل البرلماني وبالنحية أخرى هي بوحدتها في شكل كتلة ستشكل دعم جديد للمعارضة التونسية باعتبار أن هذه الكتلة تصمت نفسها على أساس أنها كتلة معارضة وليست كتلة مؤيدة لكم نعم طيب سيد سالم ابقى معنا سوف نشك في هذا النقاش الضيف الأساسية سيد محمد هل توافق سيد سالم بأن الأحزاب الربما الصغيرة داخل البرلمان لا تملك تمثيل كما يبدو وهل تؤيد تأسيس مثل هذه الكتلة داخل البرلمان لإسمع الصوت أكثر ربما هو للأسف مفارقة في تونس أن النظام السياسي الذي تقرر في دستور 2014 يقتضي وجود أحزاب قوية متنافسة لكن الأمر الواقع خلاف ذلك الأحزاب عمما في تونس ما زالت ضعيفة ولم تتشكل قوى سياسية حقيقية وأيضا انتخابات 2014 أدت إلى مشهد غير متوازن في البرلمان هناك تحالف عريض لتلاف الحاكم خاصة بين حركتي النهضة وندى تونس لكن المعارضة في كل الأحوال ضعيفة أن تتشكل بهذه الطريقة وأن يتجمع 15 نائب ليبدو بصوتهم بصوتهم مشترك هذا شيء نباركه ونعتبر شيء إيجابي علما وأن المعارضة أيضا حتى داخل البرلمان ستظل منقسمة لأن الجبهة الشعبية التي تشكل في الماضي على الأقل في السنة البرلمانية الماضية أهم كتلة معارضة ما زالت ترفض العمل مع من شاركوا في حكم الطريقة ومن بينهم الدكتور سالم لبيض وبالطبع نواب تونس الإرادة وغيرهم نعم سيد محمد لقد أثرت نقطة مهمة دعني أنقلها إلى سيد سالم هل ستنسقون مع الجبهة الشعبية داخل البرلمان هو هناك حقيقة طبعا أنا أول شيء وحيي معنا ضيفكم الأخ محمد الجوماني هناك حقيقة وقفنا عندها هو أن التصويت في القوانين وعلى السياسات بالنسبة لهذه الكتلة مكوناتها هناك تقريبا 70% هو تصويت مشترك و30% فيه اختلافات وبالتالي هناك أرضية وكذلك هناك أرضية حقيقية كذلك مع الجبهة الشعبية في العديد من المواقف وحتى في الطعن في بعض القوانين وإسقاطها لدى المحكمة الستورية الوقتية كان بالتنسيق بين هذه المكونات مكونات كل الديمقراطية ومكونات الجبهة الشعبية وبالتالي الباب أعتقد أنه سيكون مفتوحا من أجل أن تكون المعارضة محترمة في حدود 30 نائب لها صوت يعني مع عقلاني ولها صوت قوي وهي قادرة خاصة على معناها الطعن في القوانين التي لا تتماشى مع المصلحة العامة ومصلحة المجتمع والتي قد تفرض من قبل الأغلبية الحاكمة في إطار سياسات دولية أو في إطار حتى سياسات يعني حكومية غير شعبية وقع التنسيق في السابق وأعتقد أنه في المستقبل سيقع التنسيق مع كتلة الجبهة الشعبية وبالتالي مكونات المعارضة هي ليست في عداء ولكن هناك نقاط التقاء وبطبع الحالة هناك نقاط اختلاف لكل مرجعيته وأفكاره وبرامجه ورؤيعه طيب سيد سالم سوف أعود إلى الكتلة الديمقراطية هل هناك من انسيجام داخل مكونات هذا الكتلة نحن نتحدث عن خمسة أحزاب وعدد من المستقلين داخل الكتلة ليس كذلك؟ نعم الواقع أن النقاط التي أثيرت وهي محل نقاش اليوم بين أعضاء عناصر الكتلة ومكوناتها تدور خاصة حول مقاومة الفساد والدفاع على السيادة الوطنية والدفاع على استقرار القرار الوطني وتفعيل البنود التي لم يقع تفعيلها في الدستور مثل الحكم المحلي والحكم الجهوي وأعطاء التمييز الإيجابي للجهات الفقيرة والمحرومة والمهمشة تاريخيا وتحييد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الشأن العام حسب ما جاء في الدستور وكذلك يعني معناها جعل الدستور مرعية رئيسية فيما يتعلق بالقرار باعتبار أن الآن هناك أمن مدنيين يحاكمون أمام القرار العسكري وهذا يمنعه الدستور هذه كلها نقاط تمثل الحد الأدنى الذي يلتك في الأعضاء نعم سيد سالمين أفهم منك بأنكم سوف تترصدون عمل الحكومة ليس كذلك؟ بطبيعة الحال نحن قوة كتلة معارضة في أن نقدم أنفسنا في البداية كقوة اقتراح ولكن كذلك كقوة نقد للحكومة عندما نلاحظ أن هناك زيغ أو هناك تهافت أو خروج عن ما نعتبره مصلحة شعبية ومصلحة الدولة واستمراريتها وهيبتها ومعناها الحفار على وجودها طيب لقد ذكرت سيد سالم في حديث لصحيفة القدس العربي بأن هذه الكتلة هي كتلة فنية وليس سياسية لو تشرح لنا هذا العبارة بعض الشيء غامضة هي كتلة فنية لأنها ليست كتلة حزبية لو كانت كتلة حزبية كنا نقول أنها كتلة سياسية تعبر على الموقف السياسي للحزب لأن أغلبية الكتل هي كتلة حزبية أو شبه حزبية والتقاب عن جبهات حزبية هذه كتلة لا تلتقي على أرضية جبهة سياسية هي كتلة فنية من حيث أن مكوناتها ستصوت بطريقة مشتركة عندما تتفق في موقف معين تجاه قانون معين أو تجاه سياسة من سياسة الحكومة وعندما تختلف ستترك الحرية لكل مكون من مكونات الكتلة أن يصوت بطريقته وحسب مرجعيته ورأيه وبالتالي هي كتلة مرنة بهذه الطريقة يمكن الحفاظ عليها من الإنشقاق أو من معنى التشتت أو منها خاصة لابد من حفاظ على استمرارية وجود هذه الكتلة لمصلحة برلمانية وكذلك لمصلحة وطنية في الواقع نعم شكرا جزيلا لك سيد سالم الأبيض النائب في البرلمان التونسي كنت معنا من تونس وعود إليك سيد محمد سيد محمد هل يبدو لك بأن أعداد الأحزاب في تونس يبدو وكأنه يفوق الحاجة فيما خاص الحياة السياسية بالتأكيد أستاذة أن عدد الأحزاب في تونس الذي يفوق الآن مئتي حزب لا يتناسب مع حجم المجتمع التونسي ولا عدد السكان وبين فشله في انتخابات 2011 و2014 ومطلوب الآن عدد تشكيل المشهد الحزبي بأحزاب قليلة ولكن تختلف في المسائل الجوهرية وفي الخيارات والبرامج وتشترك في المشروع الوطني وهذا ربما أحد أسباب أيضا انضمامي إلى حركة النهضة وأدعو بطبع بقية الفاعلين ربما السياسيين ممن كانوا في أحزاب صغيرة أو فشلوا في التوحد وبناء قوة سياسية جديدة أن يبذلوا جهودا من أجل تقليص عدد الأحزاب لأن ذلك يساهل قراءة المشهد السياسي ويعطف عليها أكبر وهأنتم ترون أن السيد سالم لبيز يعني يقول بأن التوحيد المعارضة ولو بشكل فني شيء مهم لأن كما قلت النظام السياسي والدستور يقول بأن المعارضة مكون أساسي في البرلمان وفي الحياة السياسية لكن المشهد مزال مختل ونعرف أن الديمقراطية لا تترسخ إلا بوجود توازن بين الأحزاب ووجود توازن بين الحكم والمعارضة هل برأيك سيد محمد الديمقراطية في تونس لا تزال هشة وفتية بطبع الديمقراطية في تونس ما زالت فتية هي خطوات قطعت على طريق ترسيخ الخيار التعددي وخيار الحريات وخيار الحقوق من خلال الدستور ومن خلال أيضا تضحيات أجيال عديدة لكن هذا الخيار يعني ما زال هشا بسبب أولا الأوضاع الإقليمية لأن الأوضاع العربية لم تستكمل في هذا الاتجاه الديمقراطي وثانيا بسبب أيضا تقاليد وثقافة قديمة وأصحاب مصالح ربما لا يساعدون كثيرا على هذا التحول الديمقراطي وأيضا بسبب خلافات كشفت عنها الثورة هناك اشتباكات إيديولوجية وسياسية كانت موجودة بين مختلف أطراف المشهد السياسي في مناخ الحريات والتعدد ظهرت أكثر نأمل أنه بطبع المستقبل يتيح أكثر فرص للحوار لخفض التشنج بين الأطراف السياسية وخاصة خاصة أن نتفق على أن المشروع الوطني لابد أن يكون جامعا وأن التنافس هو في خدمة ذلك المشروع الوطني الجامع نعم سيد محمد بالحديث عن المشروع الوطني الجامع دعنا نذهب إلى عمل حكومة حكومة الوحدة الوطنية بالأمس كان هناك موقف لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قال أنه عبر عن أمل كبير بنجاح هذه الحكومة الغنوشي نفسه قال منذ فترة بأنه سيسحب الثقة من هذه الحكومة في ظرف ستة أشهر إن لم تطبق اتفاق قرطاج ماذا نفهم في خلفية أو ماذا عن خلفية جرعة الدعم هذه أنا في رأي لا يوجد أي تناقض في تصريحات رئيس حركة النهضة لأن الأصل أن حركة النهضة زكت هذه الحكومة لكن هذه التزكية ليست شكا سكا على بياض كما يقال وليست يعني دعما مطلقا هو دعم مبدئي في انتظار أن نرى أداة هذه الحكومة الأسابيع القليلة الماضية تدل على أن هذه الحكومة استفادت من تجارب الحكومات السابقة تحاول أن تحسن طريقتها في العلاقة بالحزاب تحاول أن تحسن علاقتها بالشعب من خلال الاتصال المباشر والحضور الميداني تستجيب أكثر ربما للفئات المهمشة من الشباب وغيرهم يعني هناك بعض الأداة في الأيام القليلة الأولى يدل على أن الحكومة تريد أن تنجح وزعيم حركة النهضة بالطبع أرد أن يقدم لها الدعم السياسي والمعنوي ولكن كل شيء مربوط بحسن الأداة والأداة يقيم بالطبع بعد ستة أشهر أو أكثر لكي نرى المؤشرات تتحسن أم لا وخيار المشاركة في الحكومة والأتلاف هو خيار مبدئي بالنسبة لحركة النهضة لا يتأثر بالظرفيات ومتجذبات من هنا أو هناك ولكن الأشخاص والفريق الحكومي هذه آلية من آليات تحقيق ذلك الخيار التوافقي طيب مواجهة الأزمات واستدرك تدعيات سيهاي ربما تدل على مدى جدية الحكومة الجديدة يعني كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة المسجدة ويأزمة الفيضانات التي شهدتها تونس هل كان التعامل بشكل مردن؟ هو من سوء حظ الحكومة هذه أنه تزامن بدايات تسلمها لمهامها مع كوارث عشدتها تونس في اليوم الثاني تقريبا تسلمها الحكومة حصلت حديثة خمودة المعروفة والكارثة السير التي أدت إلى احتجاجات ثم ربما جاءت هذه الكوارث إنشانة نسبية لأن تونس شهدت فيضانات وكوارث أكبر بكثير مما حصل مؤخرا وتقريبا انحصر في جهة الساحل الحكومة عموما أدائها كان مقبول في الجملة لم تتأخر وحاولت أن تتخذ إجراءات لكنها باعتبارها ما زالت حديثة العهد بتسلم هذه المهام وباعتبار أن جزء من المشاكل مرموط ببنية تحتية وبموروث إنشانة قديم سيتحسن أداء الحكومة شيئا فشيئا خاصة وهذا مهم أن أضيفه أن الحكومة اقترحت وثيقة لضبط العلاقة بينها وبين الأحزاب المشكلة لاتفاق كارتاج ومن جملة هذه النقاط الموجودة في الوثيقة هو كيف نتعامل مع الكوارث على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي وهناك اقتراحات جيدة في هذا الاتجاه نعم يبدو بأن هناك حس استدراكي لهذه الحكومة كما تقول إذن سيدة محمد سوف نتابع هذا النقاش ولكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير إذن مشاهدين فاصل قصير ونتابع من بعد حلقة آخر طبعة ابقوا معنا أجدد الترحيب بكم مشاهدين إلى هذا الحلقة من آخر طبعة وأجدد أيضا الترحيب بضيفنا من تونس الكاتب السياسي محمد الجوماني أهلا بك مجددا سيدة محمد قبل متابعة هذا النقاش دعنا نذهب إلى استعراض عنوين بعض الصحف العربية الصدر هذا الصباح مع زميلة زهراء ديراني نتابع أهلا بكم من عمان نبدأ جولتنا على برز مجاة في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنونت صحيفة الوطن الجيش السوري يستعيد مشفى الكندي ويعرض خروجا آمنا من حلب ونقرأ اليمن جهود لإحياء محادثات السلام ومساعي لإيصال مساعدات إنسانية السياسي يكلف حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ليبيا احتدام المعارك بسرط وتغييرات عسكرية محور نقاشات باريس اليوم أما في عنوين صحيفة الشرق التونسية فنقرأ ثلاثة أشهر حاسمة لحكومة الشاهد أكتوبر نوفمبر وديسمبر راشد الغنوشي ثلاثة أخطار تهددنا والأمل في حكومة الوحدة الوطنية ونقرأ ليبيا على مشارف حرب جديدة فيما الاشتباكات تشتعل في طرابلس وننتقل إلى سوريا مع صحيفة الوطن التي جاء في عنوانها الأول الجيش يحكم سيطرته على الاشقيف ومشه الكندي وأليغنس بحلب دعا مسلحي أحيائها الشرقية لمغادرتها بضمنتين سوريا وروسيا وواصل تقدمه بريف العاصمة الغربي دمشق مساعدة روسيا أدت إلى مكافحة الإرهاب بشكل فعال تكثيف الاتصالات بين لفروف وكيري بشأن سوريا وخدام موسكو أكثر تصميما مسلح قدسية إلى محافظتي حماوة إدلب خلال ثلاثة أيام أما في عنوين صحيفة الاستقلال الفلسطينية فنقرأ إرادة شعاب الجهاد الإسلامي تؤكد على خيار المقاومة والانتفاضة عباس وبرس قصة حب يرفضها التاريخ والوطن بدورها عنوانت صحيفة النهار الكويتية مساع كويتية عمانية لإنهاء الحرب اليمنية في اجتماع يعقد في مصقط لتوقيع اتفاقية سلام حلب الخليج يطالب بتحرك دولي والأمم المتحدة تندد بجحيم وحشي وإلى العراق مع صحيفة الصباح الجديد التي جاء في عنوينها العراق يطالب بتخفيض إنتاج أوبيك بنحو عادل ومعقول ويرفض أرقام وكالة أرغوس ميديا اجتماع الجزائر غير نهائي وبغداد اعترضت على مقرراته وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للمشاركة في عمليات تحرير الموصل مع تهيئة أسلحة متطورة وحديثة ستدخل للخدمة في أثناء المعركة والختام من مصر مع صحيفة الأهرام مؤتمر عالمي عن السلام في القاهرة بحضور بابا الفاتيكان الطيب أمام المعهد المسكوني التسلط والأطماع الدولية وراء الإرهاب بهذا العنوان نصل إلى الختام والآن عود إلى متابعة آخر طبعة شكرا للزميلة زهراء ديراني على قراءة عنوين الصحف العربية الصادر هذا الصباح وعود إليك سيد محمد برأيك متى سيتم المصادقة على قانون الانتخابات المنقح في تونس وهل ستذهب الانتخابات البلدية والمحلية إلى المزيد من التأجيل؟ أولا دعيني أعلق طريقا عاما للأسف يعني عنوين الصحف العربية ما زالت لا تبعث على التفائل يعني لا نلاحظ في العنوين الكبرى اكتشافات عربية ولا أرقام قياسية ولا منجزات ولا أشياء تعطي أمال خير يعني أغلب العنوين هي حول الإرهاب والعسكر والجيش والصراعات نأمل أن ينبلج فجر عربي جديد وأن نرى على قل العنوين متنوعة وطبع هذا ليس شأنك وماذا شأن الواقع العربي بالنسبة للاستحقاقات الانتخابات البلدية المتأكدة في تونس خاصة بعد استفحال مشاكل البيئة والنظافة واكتشاف أنه كان من الخطأ أن تتأجل الانتخابات لكل هذه المدة منذ الثورة ما زالت بعض التجاذبات حول نقطة جزئية في القانون متعلقة بالتصويت الأمنيين والعسكريين يبدو أن هذه النقطة ما زالت لم تحسن في إطار التوافقي وبالتالي ستعطل الإقرار القانون وهذا سينعكس على أجندة الانتخابات على كل يبدو الآن أن هناك حرص من الكتل الكبرى في استئناف السنة البرلمانية الجديدة تكون من أولويات البرلمان المصادقة على هذا القانون نعم سيد محمد لماذا إصرار البعض على إشراك العسكريين والأمنيين في هذه الانتخابات ولماذا البعض الآخر يرفض هذا المشاركة لنقل هو من غرائب الأمور أن الحكومة حين قدمت مشروع قانون الانتخابات لم تدرج الأمنيين والعسكريين ضمن الناخبين وهذا تقليد تونسي معروف من قبل الثورة واستمر في المجلس الوطني التأسيسي وفي انتخابات 2014 أن المؤسسة الأمنية والعسكرية من الأفضل أن تبقى على الحياد السياسي وخاصة في مرحلة انتقالية نعرف في العالم هناك دول تعطي هذا الحق وهناك دول تمنعها المشكلة ليست في الحق المشكلة هي في الممارسة وتداعياتها وهنا أسأل سيدة محمد لماذا إصرار نداء تونس على مشاركة هذه الفئة من الشعب التونسي نداء تونس في البداية لم يكن مساندا لمشاركة الأمنيين والعسكريين يعني في السنة الماضية لم يصر هذا الأمر الآن ربما في إطار مناكفة جزئية مع النهضة وفي إطار ربما حسابات سياسوية وانتخابوية قد يظنون بأن المحنة التي كانت في تونس في مواجهة المؤسسة الأمنية لحركة النهضة قد خلفت أثار ونوع من الاتباعد بين هذين الطرفين ربما تكون أصوات الأمنيين أقرب إلى خصوم النهضة هذا الحساب الضيق أنا في رأي لا يجب أن يكون على حساب المصلحة الوطنية نعرف أن المشاركة في الانتخابات تتطلب مشاركة في الحملات تتطلب اتصال من الأمنين والعسكريين بالقواء السياسية تتطلب إن شاءنا يعني التنقل ربما للأماكن التي يوجد فيها الأمنيون والعسكريون أيضا لكي نبلغهم أصوات الأطراف السياسية إذن هو سيكون له بالضرورة إنجذاب إلى هذه الساحة وتونس عندها من المشاكل الآن والموصلة العسكرية والأمنية تحظى بدعم الجميع الآن فالأفضل ربما أن نؤجل هذا الموضوع رغم أن حركة النهضة إلى حد الآن لم تقل كلمتها الأخيرة في هذا الموضوع نعم مععود إلى سؤالي سيدة محمد هل سيتم تأجيل هذه الانتخابات؟ ليس مؤكدا بعد ولكن أكيد أن الانتخابات هذه كانت منتظرة تكون في شهر مارس 2017 هي الآن صارت مستحيل إنجازها في مارس ستؤجل إلى أكتوبر وربما إلى بداية 2018 إذا كان لم يتم المساطق على القانون في الأجال التي تطلبها الهيئة العليا للانتخابات سيدة محمد إذا ما تأجلت هذه الانتخابات ألا تتخوفون أن تؤثر على الاستحقاقات اللاحقة؟ نتحدث عن الانتخابات التشريعية وأيضا الرئاسية لناحية نسبة المشاركة؟ ربما هي لن تؤثر على موعد الانتخابات لأن الانتخابات الأخرى مضبوطة بالدستور كل خمس سنوات لا بد من إجراء الانتخابات في وقتها ولكن أنا أقدر بأن هناك أطراف سياسية غير جاهزة الانتخابات تتعلل بموضوع الأمن والعسكري أو بأي موضوع آخر لكي تؤجل الانتخابات وقد صرح بعض الزعمات السياسيين بأن حركة النهضة الآن هي الحركة الأكثر استقرار والأكثر جاهزية للانتخابات وللأسف الشديد كما حصل في انتخابات التنسيسي كأن هناك إرادة معينة أن تتشكل قوى أو جبهات تستطيع أن تنافس النهضة بقوة أو أن يتصيدوا الوقت المناسب الذي قد يقدرون فيه بأن حركة النهضة ربما لا تحظى بالتأييد الواسع الذي حضيت به في الانتخابات السابقة يعني هذه أيضا حسابات الحزب على حساب الوطن حركة النهضة قالت في مؤتمرها العاشر مرة أخرى أن مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب وهي جاهزة لهذه الانتخابات في كل الأوقات وفي ما يعجل منها أفضل مما يؤجل إذا ما أردت العودة إلى الحكومة هل أنتم مع تأجيل الزيادات على الأجور إلى عام 2019؟ بالطبع نحن في التلاف الحاكم ونرى بأن مقترح الحكومة هذا أحد المقترحات الذي قد يساعد على معالجة الأوضاع الصعبة التي ستواجهها تونس في هذه السنة والسنة القادمة هو مجرد مقترح المنظمة الشغيلة لم تقل كلمتها النهائية هناك التصريح لأمينها العام سيد حسين العباسي وبعض القيادات ولكن رسميا لم يتم التداول في هذا الموضوع هذه الصيغة من الصيغة هي في الأخرى تأجيل وليس إلغاء لهذه الزيادات وإذا أصر الشغالون بالطبع على حقهم فنحن نؤيد بالطبع هذا الحق والحكومة عليها أن تبحث على سيغ أخرى لكي تحدث التوازنات المالية الضرورية لميزانية 2017 طيب سيدة محمد سوف نتابع هذا النقاش ولكن بعد فقرة الميادين نتو ومقال للمساشرة اللاسياسية والعالمية للرئاسة السورية دكتورة بوثينا شعبان تحت عنوان تحذير أم وعيد الميادين نت الدكتورة بوثينا شعبان تحذير أم وعيد هل كان تصريح ناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيري الذي لوح بهجمات على مدن روسية قد يشنها إرهابيون سيشغلون فراغ السلطة في سوريا في حال استمرار الحرب فيها هل كان هذا تحذيرا بقصد لفت الأنظار إلى مخاطر محتملة أم تهديدا وعيدا للجانب الروسي أنه إذا لم يمتثل للإرادة الأمريكية في الملف السوري فإن الولايات المتحدة قادرة على تحريك الإرهاب في روسيا ذاتها إن صيغة التهديد تشي بأن هؤلاء الإرهابيين يتحركون بواعز من سيدهم الذي يدير المفاوضات ويحاول جاهدا أن يضعهم في مواقع القرار إن دعم الولايات المتحدة للإرهابي في سوريا يأتي استمرارا لدعمها للإرهابي في فلسطين واستخدامها حق نقد الفيتو عشرات المرات كي تجهد الحقوق الفلسطينية لا بد اليوم من وقفة متأنية وتعريف الإرهاب وداعمه تعريفا علميا سليما يسند إلى الوقائع والأحداث ولا شك أن الاحتلال والعدوان هما أبشع أشكال الإرهاب فكيف إذا اقترنا بكافة أنواع الدعم لأدوات إرهابية يجري استخدامها وتحريكها والتهديد بها حتى على يد من يدعي قيادة تحالف لمحاربتها نعم سيدة محمد قبل العودة إلى الملفات التونسية دعني أتوقف عند المسجدات السورية كيف تتابعون من موقعكم أخر التطورات في سوريا وتحديدا التطورات الميدانية والتصعيد الكلامي تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأنا شخصيا أعتبر من علامات الضعف وإنشان السقوط العربي المدوي أن تصبح أوضاع العرب موضوع تفاوض بالأساس بين أمريكا وروسيا يعني أن نتحدث عن سوريا الجريحة ونتحدث عن العراق وعن اليمن وعن كل الوطن العربي تقريبا الذي تجتاحه كما قلنا أوضاع صعبة ويعني لا نتوقف عندما نقول بأن الهدنة في سوريا أو الاستئناف الحرب أو الحل السياسي مربوط بمفاوضات بين الولايات المتحدة وبين روسيا هذا في الحقيقة علامة عار على العرب الجامعة العربية تقريبا ماتت بالكامل لا توجد أي مبادرة عربية بالتقريب بين المشتبكين في أي جهة الصف العربي منقسم إلى أبعد الحدود هذا لما نهى مؤسف له على كل الأوضاع في سوريا كل أنا في رأي عربي وكل مسلم وكل في الحقيقة حر يعني يتألم لكل يوم من الحرب المستمرة في سوريا ويعمل في أن يتوفق السوريون أنفسهم إلى إيقاف الحرب وإلى وجود حلول سياسية كل مرة نحن نقترب ربما من ملامح حوار سياسي لحل المشكلة إلا وتندلع حرب من هنا وهناك والآن حتى ما قالته السيدة شعبان يعني يؤكد بأنه فعلا الإرهاب أجندة عالمية لعداهها مهندسها وأطرافها ويعاقب به وهذا رأيناه في تركيا ورأيناه في لبنان ونراه في سوريا وفي أي مكان من العالم وبالطبع أنا دائما بقدر ما ندين بطبع هذا التلاعب وهذا التدخل في الشأن العربي فاللوم أنا أعتقد يجب أن يوجه إلى الساحل الداخل العربي لكي نوجد حلول لمشاكلنا بعيدا عن تدخلات الأجانب مهما كانت إدعاءات صدقتهم أو إيرادتهم إن شاءنا المعلنة السلمية وغيرها نعم سيد محمد وبالحديث عن الإرهاب قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هناك ثلاثة أخطار تتهدد تونس الإرهاب والأزمات الاقتصادية وأيضا الفساد كيف هو الوضع في تونس لناحية الإرهاب؟ في تونس هناك تحسن نسبي في الأداء الأمني بعد خاصة العملية الفاشلة في بنجردان في السنة أو منذ أشهر نعم الإرهاب من حين إلى آخر كما يقال يحرك ذيوله في الجبال أو أحيانا يحاول أن يستفز المناطق المتاخمة للجبال التي يتوجد بها ولكن قوات أنا في رأيي الجيش التونسي والأمن التونسي على أتم الاستعداد ويبدو أنها الآن تحكم الأمور هذا الخطر ما زال قائما لأن عوامل الإقليمية ما زالت كبيرة للأسف الوضع في ليبيا الذي أيضا يتقدم بسرعة عفوا ببطأ وهو دائما أقرب إلى الأوضاع الصعبة يجعل الخطر الإرهابي من أولويات ربما انشغالات التونسيين ووثيقة خرطاش جعلت أنه دعم انتصار الحكومة على الإرهاب واحد من أولويات الحكومة الحالية نعم سيدة محمد توقف معك عند أحد هذا الأخطار وهي لازمات الاقتصادية وزير التنمية والاستثمار حذر من أن تونس تمر بحالة طوارئ اقتصادية وبأن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية يعني ما السبيل لتحسين الأوضاع في تونس خصوصا بأن رئيس الحكومة يوسف أشاد يقول بأن تونس صارت معروفة في التعطيل الإداري في مجال الاستثمار فيما يقول سيدة راشد الغنوشي بأن خطر الأزمات الاقتصادية هو بسبب تحول المجتمع التونسي إلى المجتمع استهلاكي وغياب ثقافة العمل بالتحديد يعني أين تكمن المشكلة فيما خاص الاقتصاد باختصار تونس تقدمت خطوات مهمة في النجاح في الانتقال السياسي وهذا مشهود لها داخليا وخارجيا ولكنها منذ في الحقيقة الثورة تعثرت اقتصاديا هناك تحسن نسبي حصل زمن حكم ربما الترويكا وهذا ما دلته الأرقام يعني نسبة النمو ارتفعت من كانت تحت السفر في 2011 تحولت إلى حوالي 3% بين 2012 و2014 لكن عادت الأمور إلى التدحرج بسبب مشاكل الاحتجاجات الاجتماعية مطالب القطاعات توقف الفصفات أزمة يعني البتروفاك وغيرها من المؤسسات البترولية الأخرى في تونس هناك حقيقة مشاكل جزء منها مسؤول عنه ربما سوء أداء الحكومة في التعامل مع الملفات الاجتماعية أحيانا تم امتزاز الدولة من النقابات ومن ربما بعض القطاعات وهي غير قادرة على أن تفي بطلبات معينة ولكنها وفت بها بالاقتراض وبإثقال كاهل الدولة في هذا الإطار الآن علينا بالطبع أن نتكاتف جميعا والحكومة الوحدة الوطنية التي فيها 9 أحزاب و3 منظمات وطنية كبرى واحد من مشاغلها هو كيف تنجح اقتصاديا بعد أن نجحنا سياسيا على المستوى ربما هذا الانتقال السياسي هناك قرارات كما يقال موجعة هي ليست إملاءات وإنما هي اضطرارات لابد أن يقبل بها التونسيون بالطبع لا تكون هي سبب في أزمات اجتماعية أو غيرها ولكن لا يمكننا القول نعم سيدة محمد لا يمكننا القول بأن أزمة البيتروفاك قد سويت بالكامل ولكن ماذا عن إعادة العمل في مناجم الفوسفات هل هناك من مشاكل؟ هل هناك من احتجاجات؟ بيتروفاك تحلت المشكلة واستؤنف العمل بالكامل في المناجم أيضا حكومة الشاهد نجحت في تطويق الأزمة التي كانت قد رافقت تشكيل الحكومة الوطنية لم يسترجع بالطبع الفوسفات كل إنتاجه كما كان عليه بالطبع قبل الثورة هناك مفاوضات كبيرة تجري على هذا الصعيد هناك وعود أن المنظمة الشغالين ومنظمة الأعراف ومنظمة الفلاحين تلعب أدوار في استئناف ثقافة العمل ولكن وهذا ربما قد نعود إليه في النقطة الثالثة يعني إلى جانب مشاكل الاجتماعية هناك مشكلة الفساد في تونس التي أعتبرها أهم ربما مشكلة يسبب صعوبات للاقتصاد والحياة أو للميزانية العامة في الدولة فيما خاص الفساد قال رئيس الحكومة بأنه سيتم وضع قانون ضد الإثراء غير المشروع وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبه وأيضا قانون حول شفافية الحياة العامة وأيضا قال بإنشاء شرطة جبائية هل هذه الإجراءات كافية؟ هذه الإجراءات مشجعة ولكنها غير كافية معروف أن الفساد كان موجود في تونس قبل ثورة وتونس قامت ثورتها ضد عنوانين الفساد والاستبداد نجحنا في مواجهة الاستبداد بدستور جديد بمؤسسات جزء منها تعمل جزء منها مزيد القاعدة تعمل هناك خطوات مهمة في قرار الحريات ولكن في مجابهة الفساد هناك إخفاق منذ أن شاءنا الثورة ومنذ انتخابات 2011 الفساد كما هو معلوم أكبر آفة تهرب المستثمرين في الداخل وفي الخارج مناخ الاستثمار يتطلب شفافية في القضاء في الإعلام في الإدارة الفساد يتدخل في هذه القطاعات وبالطبع يخلق صعوبات ولذلك ما أعلنته الحكومة إلى حد الآن غير كافي ولا بد من خطوات قوية جدا في إرساء مناخ جيد الاستثمار وقطع أياد المفسدين ليس فقط في التهريب وفي السوق الموازية وإنما في وسائل الإعلام وفي الأحزاب السياسية وفي غيرها نعم الكاتب السياسي التونسي محمد القماني شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختم هذا الحلقة من آخر طبعا الموعد تجدد في صباح الغد فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر